بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي السرح المرسلين نواصل دائما في شابتر 5 نشوف اليوم اللكتشر 2 اشوفي اولا نشوف اولا نشوف ايش فائدتها اشوف الاقواس هذي العملية لو تبسطها مثلا معروف انها تساوي القوسة مضربة تبسيط هذه وتوزيع هذه الاقواس اللي هو هذا الشكل عندك طبعا هنا اكس وبعدين اكس مينس 5 اكس مينس 25 معروف انها تساوي هذا من اجل انها تمشي من هنا حتى توصل لهذه النتيجة النهائية اللي هي مختصة تختصر بها هذا تفك بها هذه الاقواس تستخدم الكولكت فانكشن الفانكشن اي مين هي اللي هي هذي الموجودة هنا داخل مربع ناخد مثال عندي مثلا اكس ناقص 5 تربيع تقول لي نتيجة النهائية ممكن تروح تعملها رياضيا ممكن على الطول تقول لي انا هذي الفانكشن ادي اسميها اي هذي هي السكوير هنا طبعا لكن لهذه الاكس لازم تكون معرفة كسيمبوليك فاريابل لازم تكون معرفة كمتغيزة رمزي بعدين تستخدم الكولكت اي يقول لك ايش يقول لك هذي تختصر الى اكس سكوير ماينس 10 اكس بلاس 25 لاحظ هنا حطينا بس الاي هي نفسها لو حطيت اي بالنسبة لأكس لانه انت هنا ما عندك الا الاكس في هذه الفانكشن فممكن تحطهم ممكن ما تحطهم تعطيك نفس النتيجة لاحظ انه انت هنا ما تحتاج تعرف من جديد السيمس اكس لا ما دام في برنامجك معرفة فوق فهي موجودة في الورك سبيس طبعا اذا لما يكون عندي اكثر من فاريابل انا هنا افك الاقواس الاقواس اللي فيهم اللي فيه بس مش اي قوس زي هنا في عندي هذه المعدلة في عندي اكس ماينس 5 سكوير في عندي وي ماينس 3 سكوير انت هنا لما تيجي تحدد تقول له ايش اعملي كولكت لكن بالنسبة لأي ايش هيا مثل هذا الكلام THE فك بس الاقواس اللي فيهم الاكس والواي خليها زي ما هي لاحظ فك الاقواس ومج past فك هذه القوس اما هذا الاخير ما لمسه سير اعمل احداء 픽 اكل اي لكن بالنسبة الواي لاحظ هنا انا لا احتاج من جديد اعرف الامرات الموجودة Lebanon ثم اضط obligation اذكر الأقواس القوس إذن مين اللي يودي أفك أقواصه بس هذا؟ إذن لاحظ فك هذه الأقواص بس أشيء اللي سوى في الأكس ما سوى فيها شيء خلها زي ما هي أكس ماينس فايف سكوار شوف الأكسبان نحن هلأ كان عندنا معادلة معادلة فيها أكس وفيها وفيها أقواص فيهم أكس وفيها أقواص فيهم الواي وكنا في الأكس لازم نقول له نروح على واحدة معينة منهم لو وديهم يروح على الاثنين مرة واحدة أستخدم الفانكشن إكسباند مثال لاحظ هنا نفس اللي كان عندنا المرة الماضية لكن كنا نقول له أولا نعمل لي كولكت بنسبة الأكس وبعدين كنا نقول له كولكت بنسبة الواي لا الإكسباند هنا ما تحتاج لأكس ولا واي على طول يروح فاك جميع الأقواص جميع الأقواص اللي في الإي المعرفة عنده هنا يروح فاك بغض النظر عن الأكس أو الواي طبعا نحن كولكت قلنا نستخدمها للبولينوميا البس تستخدم بس للمعادلات كثرة الحدود لكن الإكسباند ممكن تستخدم المعادلات ما هي كثرة حدود زي تراجون ومترك فانكشن هذه قاعدة معروفة سين اكس بلاس واي هلأ أحتاج أعرف السيمس اكس والواي هنا لا معرفين مسابقا موجودين في الوركس بيس اكسباند اف اشير اكسباند اف فكلي هذا اختصر لهذا فكلي الأقواص الموجودة عندي هنا أوكي هيعطيني اللي هي قاعدة معروفة انه سين اكس بلاس واي تساوي سين اكس كوسين واي بلاس كوسين اكس سين الواي أوكي السيمبليفاي فانكشن هذي تختصر لي كل العبارات الرياضية المعروفة أصلا سيمبوليك سيمبليفكيشن برفير مالجبراك سيمبليفكيشن أي اختصارات ممكنة نشوفها ان شاء الله إلش ألمنت اف اس والكل ها اختصر في الاس أوكي هنا عندي مثال هنا نحن نعرف كلنا انه سين سكوير سين سكوير اف اكس بلاس كوسين سكوير اف اكس انها تساوي كم انها تساوي الواحد صح معروفة تساوي الواحد هذه لما اجينا اضربها في ستة هتعطيني نتيجة كم هتعطيني نتيجة هنا ستة لاحظ هنا احنا ندخل ماله هذه العبارة اللي هي نفسها هذا وقلنا له اعمل لي لها سيمبليفكيشن ما راح يقول لي انه ال اي حطل زي ما هي كده بعبارته هذه اللي صعبة لا لا حيختصرها طبعا حيختصرها حياخذ بالحسبان انه هذه قيمتها واحد انه هذول الاثنين قيمتهم واحد ويضربها في ستة يعطيني نتيجة ستة ممكن كمان يعملها لانواع اخرى من المعادلات زي مثلا هذه اشياء الرياضيين هي اكس توبور ان في ان ان اكس توبور ان على اكس اكس توبور واحد طبعا اذا هذه اختصرها معها تصير النتيجة ان اكس توبور ان ناقص واحد هذه الواحد راح تفوق اذا هذه هي الفونكشن اتش اللي عندي هنا اش كيف يعمل لها سيمبليفكيشن اضطلوا على انتر يقول لي اكس توبور ان مينس ون مضربة في ان اللي هي نفسها اكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة